أهلا وسهلا بمتابعين الكرام هنتكلم في جزء الرابع من كورسل سكول عن البرونيزل سينيسيز اللي هي الجيوب الأنفية والي اختصارها بي ان اس والجيوب الأنفية عبارة عن تجويف موجودة داخل الجمجمة وخلال عزام الوجه الجيوب أو التجويف دي بتكون مليانة بالهوى وبتتصل بتجويف الأنف اللي هو نزل كافتي عدد الجيوب الأنفية أربعة أو تتسمى بناء على أسماء العزام الموجودة خلالها ففي عندنا الاسمويد سينيسيز والمجزي لدي سينيسيز والاسفنويد سينيسيز والفرونتال سينيسيز أول حاجة نتكلم عنها هي الاسمويد سينيسيز وعلشان نفهم الاسمويد سينيسيز كويس لازم نبص بص صريع على تشريح الاسمويد بون واللي شرحنا قبل كده وموجود على القناة من ضمن فيديوهات عزام الكرينيوم المهم ان الاسمويد سينيسيز بتكون موجودة خلال الكدتين الموجودين على الجانبين واللي اسمهم لاترال ماسيز أو لاترال لابرينسيز وعداتهم من 13 ل18 خلية بيتقسموا المجموعتين انتيريور جروب وبستيريور جروب التصريف الخاص بالانتيريور جروب بيبقى عن طريق الميد النازل ميتس وتصريف البستيريور جروب بيكون عن طريق السوبرير نازل ميتس بيفصل ما بين الانتيريور جروب والبستيريور جروب جزء اسمه بيزا لاميلا الصفيحة القاعدية ودي صفيحة عظمية بتوصل ما بين الميد النازل كونكا والجدار الداخلي للعين واللي اسمه لامنا بابريش مجزيلة ري ساينسيز اللي هي الجيوب الأنفية للفك العلوي عبارة عن زوج من التجويف مسلسة الشكل موجودين في جسم المجزيلة بالتحديد أسفل الأوربت على الجانب الخارجي من الأنف التصريف الخاص للمجزيلة ري ساينسيز بيكون من خلال الميد النازل ميتس بيفصل بين المجزيلة ري ساينسيز وبين جدور الأسنان الموجودة في الفك العلوي طبق أرفيعة خالص علشان كده من الصعب التمييز بين أعراض التهاب الجيوب الأنفية للفك العلوي وعدوى الأسنان الموجودة في الفك العلوي المجزيلة ري ساينسيز بتتميز بأنها أكبر الجيوب الأنفية حجما في الأشخاص البلغين في حين أنهم بيكونوا تجويف صغيرة أثناء الولادة فبينموا ويزيدوا في الحجم التدريجي إلى أن بيتوقف نموهم تقريبا عند السن 15 سنة السفينويد ساينسيز اللي هي الجيوب الأنفية الوتادية عبارة عن زوج من التجويف الموجودة خلال جسم العظم الوتدي اللي هو body of sphenoid bone والسفينويد ساينسيز موجودة أسفل السلة تيرسيكا بتتصل السفينويد ساينسيز بالسفينو اسمويدل ريسيز واللي بيكون موجود مباشرة فوق السيبيريور نازل كونكا وبيتصل السفينو اسمويدل ريسيز بالسيبيريور نازل ميتاس وبالتالي بيكون التصريف الخاص بالسفينويد ساينسيز هو السيبيريور نازل ميتاس وده طبعا عن طريق الاسفينو اسمويدل ريسيس الفرونتال سينسيس اللي هي الجيوب الأنفية الخاصة بالعضم الجابهي موجودة في الجزء العمودي من الفرونتال بون وهم عبارة عن زوج من الخلال الهوائية بيفصل ما بينهم حاجز اسمه سيبتم ومن النادر جدا تطابق الخليتين في الحجم الفرونتال سينسيس هي الجيوب الأنفية الوحيدة اللي ما بتكونش موجودة أثناء الولادة لأنها ما بتتكونش أو الهواء ما بتجمعش جواها غير بعد مرور 6 سنين من الولادة الدرينج أو التفريغ الخاص بالفرونتال سينسيس بيبقى خلال الميدل نزل ميتس عن طريق الفرونتال ريسيس اللي بيتوصل ما بين الفرونتال سينسيس والميدل نزل ميتس التفريغ أو الدرينج الخاص بالجيوب الأنفية بيتم عن طريق مجموعة مختلفة من الفتحات واللي بنسميها أستيا الفتحات دي والقنوات الرأسية لتفريغ الجيوب الأنفية بتكون نظام أو وحدة متكاملة بيطلق عليها اسم أستوميتال يونت واللي اختصارها أوميو واسمها برضو أستوميتال كومبليكس والأستوميتال يونت بتتقسم لجزء جزء أمامي اللي هو أنتيريور أستوميتال يونت والجزء الخلفي بأستيريور أستوميتال يونت الجزء الأمامي بيشمل الأنفانديبلام وهنتكلم عنه كمان شوية والفرونتال ريسيس والميدل نزل ميتس والفتحات أو الأستيام الموجودة في الفرونتال والمجزيلة ريساينسيس والأستيام دي عبارة عن فتحات موجودة في الجيوب الأنفية بتفتح بعد كده في قنوات التفريغ الخاصة بكل جيب فيبقى كده الأنتيريور أستوميتال يونت بيعمل حلقة وصل بين كل من الفرونتال والمجزيلة ريساينسيس والأنتيريور جروب الخاص بالإسموية ساينسيس علشان يتصلوا في النهاية بالميدل نزل ميتس أما بالنسبة للبستيريور أستوميتال يونت بيشمل كل من السوبيديور نازل ميتس والإسفين وإسموية ريساس اللي بيفرخ فيه الإسفينويت ساينسيس فيبقى البستيريور أستوميتال يونت بيعمل شبكة بين الإسفينويت ساينسيس والبستيريور جروب الموجودة في الإسمويت ساينسيس علشان يصوبوا في النهاية في السوبيديور نازل ميتس نجي بعد كده للتركيب أو الستراكتشارز المهمة اللي بتكون منهم الإسفينويت اليونت وهم الإنفانديبولام والأنسانيت بروسيس والسيميليونر هيتس والإسمويت بولا الإنفانديبولام عبارة عن قناة ديقة مستطيلة الشكل بتوصل ما بين المكزيلر ساينس والميدل نازل ميتس والجدار الداخلي للإنفانديبولام بيبقى هو الإنسانيت بروسيس واللي عبارة عن طبقة عزمية على شكل هوك أو خطاف بينشأ من أسفل الإسمويت بول نجي بعد كده للإسمويت بولا ودي عبارة عن خلية هوائية كبيرة من الأنتيريور جروب للإسمويت ساينسيس موجودة أعلى الإنفانديبولام ومتصلة بالجدار الداخلي للعيب آخر استراكشور معانا هو السيمليونار هيتس ودي الفتحة اللي بينتهي عندها الإنفانديبولام والسيمليونار هيتس موجودة ما بين الإنسانيت بروسيس والإسمويت بولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة